إذن كان هذا حديث حميتي عن فضة الاعتصام في السودان أستاذ مناضل كيف تعلق على ما سمعت نعم حمتي يقول أن هنا لابد من تشكيل لجنة من النيابة العامة لمحاسبة من تورطوا في فضة اعتصام القيادة العامة وهذا بتبع مجرد تطمينات حتى يحذى الوضع أو حتى يكسب الوقت يعني تستبعدون أن يكون هناك محكمة جنيات تحاسب من قام بهذه الجريمة نعم هذا الذي يقوله حميتي تحديدا لأن هناك لجان كوينة قبل في مجزرة 8 رمضان في مجزرة 10 رمضان وإلى الآن لا يوجد تحقيق لا يوجد من قدم للمحاكمة ولا كأن شيئا لم يحدث ممكن يرفع الملف لمحكمة جناية الدولية في هذا السياق نعم هم الآن تورطوا يعني هم الآن تورطوا سيصنفون أو سيضمنونهم ضمن مجرمية الحرب في السودان بتتبع لأن المجزرة التي حصلت من يتحمل مسؤوليتها بتتبع حميتي والبرهام باعتبارهم رواساء اللجنة الأمنية أو باعتبارهم القائدين للوضع في السودان حميتي البرهام باعتبارها الآن هي رئيس المجلس الأسكري الانتقالي وقايد عام الجيش السوداني وحميتي باعتباره نايف رئيس المجلس الأسكري وقايد قوات أعدام السريفة هم يتحملون المسؤولية بصورة مباشرة لذلك هم الآن يقولون أنهم يشكلون لجنة تحقيق هناك ضعف المجلس العسكري هناك ربما شعور يعني بعدم وجود أحد معه خاصة حميتي إلا أن الدول لازالت تدعمها خاصة محور الشر لماذا يدعموه؟ ما الذي يريدوه من السودان؟ ولماذا حميتي على وجهها الخصوص؟ نعم محور الشر بالتبع يدعم كل نزام ديكتاتوري أو كل نزام شمولي حتى يبقى فيها ديكتاتورية هم كما يسمون محور الشر هم أعدالي الديمقراطيات في كل دول الربيع العربي وما تلاها من سورات في موزم دول أخرى حتى مؤثرين في الدول الأفريقية يحاولوا يدعموا الاتجاهات المضادة حتى يصبح أفريقيا أو يصبح الدول العربية أو سورة الربيع العربي محل نزاع مسلح محل أن لا يكون هناك استقرار بشكل أو باقر أما خصوصية السودان لمشاركة جيش السودان في اليمن أو قوات الدعم السري في اليمن هذا ربما النقطة المحورية الذي يظل المحور الشر يدعم هذا الجيش السوداني لأن يعلمون تماما إذا جاءت حكومة مدنية في السودان في هذه الأيام تحديدا بالتبعي ستلغي كل الاتفاقيات الموقعة سيرجع جيش السودان من اليمن ويعلمون محور الشر أن جيش السودان هو الذي الآن في السفوف الأمامية هم يتخذونه كجدار الآن بقية الجيش لم تحارب بقية الجيش لم تتقدم الجيش السوداني هي التي في المقدمة في الأمام باعتبار أنهم ليس لديهم قيمة باعتبار أنهم يشترونهم بالمال كالرقيق الآن يتعاملون مع الجيش السوداني بطبع الجيش الإماراتي وجيش السودي موجودين في المشهد لكن الجيش السودي وجيش الإماراتي كما الأخبار التي تاتم هناك أنهم بمسافة عشرات الكيلومترات من الحلوث ييشون في فنادق ويستمتعون لكن الجيش السوداني هي في المقدمة وخاصة الوضع المؤقت أخيرا في منطقة الخليج وصراع إيران وصراع الحسين خاصة بعد ضرب أبيب النفطي وضرب السفينة